ولا أقول على المنابر إلا ما أؤمن به وأنا أتعبد الله وأعرف كم كلفني وكم يكلفني هذا أنا أعرف والله العظيم والله لقد ولطالما عرفت وكنت عارف ولا أزال أنني وعلى ذلك يعني وذلك علي يسير أستطيع أني أجتذب إي أصوات الملايين حول العالم من هذه الأمة فقط لو خاطبت غرائزهم وأحقادهم وكراهيتهم وبرامجهم للهيمن والتسلط وإذا نافقتهم وأرى فيكم الإيمان أيها العظماء وجوهكم تجعب النور ما شاء الله عليكم يا جند الله لم أفعل هذا مرة ولن أفعله إن شاء الله تعالى لأن الله سائلي عن كل شيء مما أظهر أو أبطن ودائما عندي قناعة مطلقة الحق لا ينصر بالباطل كما قال إمام علي الحق لا ينصر إلا بالحق والصدق والله لا ينصره إلا الصدق والكذب والبرامج الحقيرة هذه فهذا الرجل كان موجهنا بوجهين مجدوجا عجيب أنا صدمني سعقني وهو يظنني مثله أنني أقول هذا من باب الدعاية من باب مشي حالك لأنك غير ممكن وهو لا يدري أنني من تلك الحقبة والله أشهد الله من قبل تلك الحقبة في سري وعلانيتي أقول لا تمكن اللهم لا تمكن لأمثال هؤلاء وفعلا الحمد لله الحمد لله مليار مرة أن الله لم يمكن لهم تعرفوا لو ممكن لهم ما يعظمنا كانوا الآن شبعوا موتا طبعا لا يذبحون يقتلوا مباشرة هم يقتلوا من غير تمكين أو يقتلوا من غير تمكين ولذلك إذا سئل أي بعضهم أو سئل أحدهم كيف ندعو الملاحدة والكفار والملاعين ومناجيس يقول كما تعلمون لأننا غير ممكن لنا فلابد ما الحوار جوابه لزني الله أكبر والجواب جوابان طبعا الجواب جوابان فكأنه يقول إذا أردنا أن ننظمهما جوابا واحدا بما أننا غير قادرين على قطف الرؤوس وممارسة الهيمن والتعذيب والإرساء الجحيم بضربة واحدة ضربة سيف مباشرة فلا حول ولا مضطرون إلى الحوار وهذا حدث قريبا الله أكبر يا أخي ما الذي يحصل ما هذا ما هذا ألا تستيقظون ألا تشعر يا أخي أن أخطب حتى صاحب هذا الكلام ألا تشعر يا أخي أيها المسلم أنك في وضع غير مريح هذا الوضع غير مريح حتى أمام الله أمام الضمير هذا الدين دين تصالح دين صدق بواطننا مثل بواهرنا بفضل الله تبارك وتعالى المسلم الصالح الصادق لا يمكن أن يكون ظاهره وغير باطنيه أبدا وخاصة أنك غير مضطر إلى هذا لكن على كل حال هو كان صادقا في شيء واحد قال ما يعتقد لن أحيي هذا الصدق لن أحترم مضمونه لن أحييه مرة أخرى ولكن هو كان صادقا حين أفرغ عما في ضميره لأنني غير متمكن من تطبيق الأحكام كما يفهمه هو وطبعا في رأسي ماذا حد الردد ولملحد ملحدينش يا حبيبي ملحد علينا ملحد نقاش وطبعا حينقشك هو في خمس دقائق لأنه عنده الحقيقة المطلقة وهو سيحكم عليكم وما شاء الله عليك حكم وخصم سيحكم عليك في ساعات أنك ما يؤوس منك ولم تقتنع فلترسل إلى الآخرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يوقظنا من هذه الغفلة الكلام بسم الله يا إخواني انتبهوا الكلام بسم الله ليس من دين الله الله لم يأذى لنا أن نتكلم باسمه في هكذا قضايا فيها خلاف فيها منادح للنظر فيها وجهات نظر فيها اجتهادات إياكم أن تفعلوا هذا تقول لي من أين لك سأخطب بهذه الجملة أطلت عليكم الرسول علمني هذا لكن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم قل أن تسمعه قل أن تسمعه لماذا؟ لأنه لا يساعد لا يساعد ولا يتناغم مع هذا المناخ الاستئصالي الاستبعاد الاستحواذي الهيمني حديث بوريدة ابن الحسيب رضي الله عنه وأرضاه فيه صحيح مسلم وحديث طويل بماذا كان يوصي رسول الله صلواته ربه وتسليمته عليه وعلى آله وأصحابه الجيش الغزاحين أي يسيرهم يوصيهم بأن يتقوا الله في خواسط أنفسهم وأن معهم يا المسلمين خيرا وبعدين يقولهم وإذا حاصرت أهل حصن إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن تجعلوا لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعلوا لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ليش هذه أسهل شغل عند المسلمين صح قال لك لا اجعلوا لهم ذممكم وذمم أصحابكم قل لكم ذمة أنا القائد وذمة أصحاب المجاهدين ذمة الله والرسول لا لا أعطيكم إياه لماذا؟ لأنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهوى من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله واليوم نحن بلادنا راحت أجيال راحت وصحقت باسم تحكيم شرع الله بدنا نحكم شرع الله هذا حكم الله هذا دين الله عجيب من أين لك أن تعرف حكم الله في كل القضايا وبطريقة هكذا قال لا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا لعلك لا تصيب حكم الله أنزلهم على حكمك أنت شفت الرسول قدش كان يعني يحاذر وكان يتخوف من ماذا من اختطاف اسم الله والكلام باسم الله اللهم اهدنا فيما هدت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المبارك من هذا اليوم الأغر ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مدينة إلا قضيت عن هدينه وأدبت همه وغمه وعزنه برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لفضلك ورحمتك إنك سامع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد دعاكم السلام